أيضا آخر الأخبار معنا اليوم على موقع شروق نت داقلو للشروق الشعب هو الضامن لاتفاق السلام المرتقب قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني فريق أول محمد حمدان داقلو قائد قوات الدعم السريع إن السودان يمر حاليا بمنعطف يتطلب توحيد الجميع للعبور بالبلاد مؤكدا أن الشعب السوداني سيكون هو الضامن للاتفاق المرتقب توقيعه مع حركات الكفاح المسلحة بجمع وهنا داقلو في حوار مع الشروق من مقر مفاوضات السلام الجارية حاليا في عاصمة جنوب السودان الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة وقال إن السلام قادم لا محالة مشددا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق السلام المنشود وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو أخيرا في جبع كان لقاء طيبا تسرنا من خلاله حواجز العزلة التي كانت قائمة بيننا وأضاف قائلا إن عبد العزيز الحيو رجل فاضل فقط كانت لديه تيار مريضة ووجه داقلو رسالة خاصة إلى رئيس حركة تحرير السودان في دارفور المتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس عبد الواحد محمد نور مفادها ضرورة أن يلتحق بمفاوضات السلام في جبع واتحدث نائب رئيس مجلس السيادة عن المخرج لمشكلة شرق السودان وقضية السلام مع الحركات المسلحة وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة حاليا كيف تقرأ تصريحات؟ أعتقد أنها تصريحات إيجابية وفيها بشارة بأن العام القادم هو عام الاستقرار الكامل وليس عام سلام مطبوخ بليل أو سلام مع رموز ووجوه ولكن سلام مجتمعي بالكامل وحتى حديث الأخ الفريق والمحمد حمدان عن ذوبان الجليد بين المركز وبين الأخ عبد العيز الحلو والشقة الأصل التي أصبحت متبادلة بينه كحركة كفاح المسلح وغيرها من الحركات مع المركز أو الحكمة الانتقالية في المركز دي كلها بتبشر بخير يعني حتى نحن نثني على دعوة للأخ عبد الواحد اللحاق بالتفاوض أو اللحاق بركبة السلام يعني حتى لو لم يلتحق بالتفاوض لأنه الأخ عبد الواحد أيضا لا يقل وطنية ولا رجاحة عقل عن الأخ عبد العز الحلو كلاهما مر بتجارب مر كما قال الأخ محمد حمدان ونتمنى أنه يعني العام القادم نشهد فيه سلام حقيقي على الأرض ونشهد فيه شكل من أشكال الحكم مركزية حقيقة توفي بأغراب الناس وتمنع قيام لأنه حقيقة المشاكل في المركز ظلت منزل استقلال يعني لا علاقة لها بالحكم كان إسلامي أو علماني أو يساري أو يميني إنما كل الحكومة كان موجودة في المركز كان عنده ألقى بظلامه وظلاماته على الولايات وعلى الهامش نتمنى أنه دو كل الناس يأخذوها في الاعتبار إلى المؤتمر الدستوري الجامع الذي سيعقب توقع اتفاق السلام ونخرج ببلاد يعني مبرأة من إن شاء الله يمكن دقالو أيضا ذكر يعني المخرج لمشكلة شبق السودان ذكر هذه النقطة يعني تحديدا نعم مشكلة شبق السودان في الأساس هي مشكلة تنمية أكثر من أنها مشاكل غبن مجتمعي أو غير ذلك نتمنى أنه أيضا حتى شرق السودان يتصل مع بقية الولايات أو بقية الحركات التي تدافع عن حقوق مواطني مظلومين وأيضا نصل فيها لحلول يعني نعم نحن شكرا ذكرت جدا أن أستاذ الشيخ أيوسف رئيس تحرير موقع الشرغنيد على هذه المساحة التحليلية لهم الأخبار اليوم شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم